على وقع الرد الإيراني أطلت طيف روسيا في المنطقة من خلال زيارة لوزير الدفاع الروسيا السابق سيرجي شويغو إلى تهران وحزب موسكو فإن هدف هذه الزيارة هو تعميق التعاون بين روسيا وإيران في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني وقد تفتت هذه الزيار نقاش من جديد حول موقف روسيا من الصراع في الشرق الأوسط فروسيا أدنت مؤخرا عملت اغتية الهنية واعتبرتها نكسة من العيار الثقيل لجهود التهديئات كما أدانت أيضا في أكثر من مناسبة قتل المدنيين في قطاع غزة ولطالما كانت روسيا مهتمة بشكل أو بآخر بمنطقة الشرق الأوسط التي تعتبر استراتيجية بالنسبة لموسكو سيما وأنها تحاول مواجهة التمدد الجو سياسي والعسكري للولايات المتحدة وتعد روسيا أيضا الحليفة الأولى لسوريا التي تضم على أراضيها الكثير من الجماعة المسلحة التابعة لإيران كما أن التعاون العسكري بين روسيا وإيران لم يعد خفيا منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا فروسيا تستورد من إيران معدات مثل الذخيرة والطائرات بدون طيارة انتحارية بينما تستورد إيران من روسيا معدات عسكري متنوعة أبرزها طائرات سو 35 المقاتلة ترجمة نانسي قنقر